طيب باش مهندس بعد ما شفنا التالية على هذه المباراة لو انت قدر ليك دلوقتي بيتكلم اللعيبة بتكلم الجهاز بتكلم الجمهور كل طرف تقوله ايه اقوله التلاتة اقوله حاجة واحدة اه تخيالوا مأذقنا في هذه المباراة ايه اه ماينفعناش غير المكسب اي نتيجة غير المكسب ضد الآن صفر صفر ضربات جزاء اي نتيجة التعادل اخرى لصالحك نطلع بره تعادل او هزيمة يبقى فيه تلات نتائج مش لصالحك نتيجة وحيدة انت فوز بأي نتيجة طيب هو ليه الناس بتعتبر ان تمهم على ملعبك يبقى انك انت بتتلافى الظروف المعكسة اللي بتقلل من ادائك بره لكن هذه الظروف وانت بتتلافاها بتكون ايضا زروف محفزة للفريق اللي قدامك بيلعب في ملعب انضف احسن فيه اجواء اكثر عدالة فيه توقيت مريح بالليل الشيء الوحيد اللي هيختلف انه هو كان الجمهور معاه هناك الجمهور المفروض وده اللي احنا بنقوله دورك حاسم هنا انك انت تبقى العنصر المرجح الداعم من اول سنة لاخر سنة فالمباراة اللي حاوله للجمهور هو اللي حاوله اللعيبة مش هادرول حاجة للكوتش تركيز ثم التركيز التركيز والتوفيق باذن الله نتمنى ان نشهد تحكيما سليما يعطي لكل دي حق حقه اتمنى ان التوفيق يبقى حلفنا مش ضدنا لان احنا بنشوف ساعات يا ما تستحوث وبتاعه بعدين كرة كده من بعيدة اللي ايه رشأت غيرتلك النتيجة احنا عايزين بكرة يا جماعة كل وقت التفاصيل نرجع لكلمة التفاصيل دي بس الحاجة اللي حاولها للعيبة طيب لا التفاصيل بس يعني اقصد ايه بالتفاصيل اللي حيتقلك التزم بيه تفصيل لتفصيل لانه ربما تبقى الهجمة هنا وانت واقف هنا مش متوقع ان عدم ربوعك بالسرعة الكافية يتسبب في هدف وقد حدث في اكثر من مباراة في الفطر الاخراني يبقى الهجمة من ناحية المين لكن الجون بيجي من ناحية الشمال تغطيل عكس لان انت الباك بيخش يضم عشان غطي وبكانه فاضي فانت عدم رجوعك يلي مكلف تطلع لعيب خط وسط تطلع الجناح زي ما يقولك الكوتش ولا مرة صاهين ولا مرة ولا مرة كرة تطع منك ما تبقاش انت اللي ترجع تجيبها ولا مرة قد تكون هزي المرة هي اللي تكلفنا ان شاء الله مزيد من التركيز ومزيد من التوفيق نشوف مستر مارسل كولر في المؤتمر الصحفي النهاردة انطبعاته الاخيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة